تسلم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعا رسالة خطية من أخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة تتضمن دعوة جلالته لحضور التمرين النهائي لرعد الشمال الذي يعد الأكبر في تاريخ المنطقة بمشاركة عشرين دولة عربية وإسلامية وصديقة إضافة إلى قوات درع الجزيرة والمقام حاليا في مدينة الملك خالد العسكرية بمدينة حفر الباطن شمال المملكة العربية السعودية وقد سلم رسالة إلى جلالة الملك المفدى سعادة الدكتور عبدالله بن عبد الملكة للشيخ سفير المملكة العربية السعودية لدى مملكة البحرين خلال استقبال جلالته له في قصر الروضة مساء أمس وقد أعرب جلالة الملك المفدى عن خالص شكره وتقديره لأخي خادم الحرمين الشريفين حفظه الله على هذه الدعوة الكريمة والتي تعكس متانة العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة التي تجمع مملكتين وشعبيهم الشقيقين وما يربطهما من تعاون وطيد وتنسيق مشترك خاصة في المجالات العسكرية في إطار المسيرة المباركة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وقد أشهد جلالة العاهل المفدى بالمبادرات والجهود الخيرة والمقدرة التي يبدلها خادم الحرمين الشريفين حفظه الله والتي كان لها بالغ الأثر في تجنب المنطقة الكثير من الأخطار وهي جهود تجسد الدورة التاريخية الرائدة والقيادية المستمر الذي تطلع به المملكة العربية السعودية شقيقة وخاصة في هذا الوضع الإقليمي الحرج والدقيق لمواجهة كافة التحديات للحفاظ على الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة كما أشهد جلالته بمشاركة مجموعة القتال البحريني تابع لقوة دفاع البحرين في تمرين رعد الشمال ومؤكدا حفظه الله أن مملكة البحرين ترحب وتحرص على المشاركة في مثل هذه التمارين المشتركة الأخوية البناءة التي تسهم في تعزيز أطر التعاون والتنسيق العسكري المشترك بين دول مجلس التعاون والدول العربية والإسلامية وتطويره والارتقاء بالكفاءات ورفع الجاهزية القتالية واكتساب المزيد من الخبرات وقد أعرب جلالة الملك المفدى عن تمنياته للدول المشاركة في هذا التمرين كل توفيق لحماية الشعوب الخليجية والعربية والإسلامية وبما يعزز أمن واستقرار المنطقة لما فيه خير دولها ومصلحة شعوبها الشقيقة اشتركوا في القناة